السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 14 من الفصل الرابع أو الفصل الرابع هنتحدث عن الأيزوستاتيك بريسنج الأيزوستاتيك بريسنج في الحقيقة is a process to densify powders or cast هي عملية تتم لتكسيف البودر أو الكاست and centering parts in a fairness وتعمل عملية centering في نفس الوقت يعني هي عملية مزدوجة عملية تشكين وعملية centering فمسلاً على سبيل المثال a high pressure من 100 إلى 200 ميجا بسكال and temperature من 900 إلى 1250 وده في الغالب نستخدمه للصلب أو للسوبرالوي اللي بيحصل داخل هذه العملية أن the gas pressure acts uniformly in all directions to provide isostatic properties and 100% densification اللي بيحصل أن الغاز اللي أنا بيستخدمه في عملية الضغط بيكون من جميع الاتجاهات وبالتالي بيديني provide isostatic properties و100% تكسيف للبودر المستغل العملية في الحقيقة برعاً Heated chamber أو غرفة تسخين Prechurized gas اللي هو أرجون حتى لا يتم التفاعل بينه وبين أي مادة وبعدين قادي الجزء المراد ضغطه اللي هو البودر الخاص منه We container من الصلب عندما تتم فيه درجة الحرارة اللي احنا قلنا عليها من قبل اللي هي من تسعمائة وخمسين لألف ميتين خمسة وعشرين للصلب والسوبر اللوي وده اللي ستيل قلنا container بتاعنا والضغط في نفس الوقت من 100 إلى 200 ميجا بسكال من جميع الاتجاهات كما نرى تمام فإنه تتم عملية تشكيل للبودر بهذه الطريقة اللي هي الهوت isostatic pressing